انطلقت في منطقة البحر الميت فعاليات المؤتمر الكنسي السنوي العاشر نحو ثقافة قانونية كنسية الذي نظمته المحاكم الكنسية لإبرشية بطرياركية القدس للاتين بمشاركة عدد كبير من الأصاقف والقضاة والمحامين وكهنة من الكنائس المحلية والخارجية تفاصيل أوفى حول فعاليات هذا المؤتمر في التقرير التالي في دورات السنوية العاشرة انطلقت في منطقة البحر الميت أعمال المؤتمر الكنسي السنوي العاشر الذي عقدته المحاكم الكنسية اللاتينية في الأردن وفلسطين والذي حمل هذا العام عنوان الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية وقد تم تنظيم هذا المؤتمر وسط مشاركة واسعة حضرها أساقفة وقضاة ومحامونة وأساتذة جامعات وكهنة من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر ومختصون من إيطاليا وبعد القدس الذي ترأسه في اليوم الأول غبطة البطيريرك بيربت سابت سبالة بطيريرك القدسي للاتين بحضور المطران جمال خضر النائب البطيريركي للاتين في الأردن وكافة المشاركين والمدعوين للمؤتمر وقيم حفل تابين للراحل الأب منويل أروبا أستاذ القانون الكنسي لمحاكم البطيريركي اللاتينية والأستاذ في جامعة اللاتران البابوية في روما حيث ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بمسيرة الراحل اللاهوتية والأكاديمية والفكرية لسيما في مجال القانون الكنسي وخلال القدس تحدث البطيريرك بيربت سابالة عن رسالة البطيريركية اللاتينية التي تركز على دعم العائلات المسيحية في الأردن وفلسطين ورعايتها عبر مكاتبها الإرشادية المهتمة بشؤون الأسر داعيا القضاة والمحامين في مرافعاتهم إلى عمل الخير والإصلاح الأسري كما شكر غبطته الجهات الداعمة للمؤتمر فرسان القبر المقدس وحراسة الأرض المقدسة ورهبنة الوردية وكاريتاس الأردن وبنك فلسطين وأشخاص المانحون كالسيد شارلي صالح والمهندس إلياس معلوف وعيدة عبدالباته وقد انقسمت أعمال المؤتمر الذي استمرت جلساته لمدة أسبوع إلى قسمين تحدث فيهما أساقفة وكهنة وقضاة ومحامونة وأساتذة جامعات مختصون في القانون الكنسي والدراسات اللهوتية إضافة إلى تناولهم للعديد من الموضوعات المختصة في الزواج وأحكامه والنظرة القانونية والرعوية للزواج الصحيح وأسباب الخلافات الزوجية وفقا لسجلات المحاكم وغيرها من الموضوعات حيث أوضح الأب إمير صليطة المناسق العام للمؤتمر بأن الهدف من عقده هو نشر ثقافة منحصرة في القانون الكنسي إضافة إلى تعريف المحامين بتعاليم الكنيسة بما يخص بمسائل الزواج هذا المؤتمر هو العاشر باستمرارية هذا المؤتمر لأن الحاجة ما زالت قائمة أولا لنشر ثقافة قانونية بالقانون الكنسي ثانيا لتعريف المحامين بالفقه الكنسي بكل ما يتعلق بتعليم الكنيسة ولكونه مهتما بالشأن القانون الكنسي والمتعلق بحياة العائلات والأفراد فقد تناول المؤتمر موضوع سجلات الرعية في الكنيسة والتي تسمى بسجلات النفوس وضرورة العناية بها وذلك لأهميتها لحياة الإنسان في الرعية بهذا المؤتمر هو مؤتمر تحت عنوان نحو الثقافة القانونية تخص المحامين من ناحية وتخص الكهنة الرعاية والأساقف من ناحية ثانية كقضاء وكرعويين كما شدد المتحدثون في المؤتمر على أن الرضى الزواجي هو المكون الأساسي لديمومة الأسرة موضحين بأن هذا يأتي بفضل تفهم الطرفين الزوج والزوجة وبجهود رعاة الكنائس وتعاون القضاة والمحامين مع أبناء الرعاية حيث شرح الأب شوق بطريان بمحاضرته شروط ومعايير وصفات هذا الرضى الزواجي حاولت التركيز بهذا الموضوع نقطة جدا مهمة بالزواج أن الزواج يقوم ويؤسس على ما نسمي الرضى الزواجي من قبل الطرفين وحاولت أن أشرح بهذه المحاضرة ما هي شروط وكل معايير هذا الرضى الزواجي ولأن الزواج سر من أسرار الكنيسة المقدسة فقد كان للمراكز الإرشادية والرعوية بعدين هامين أحدهما رعوي والآخر قانوني ولها كذلك اهتمام خاص بالإصغاء والمصالحة من خلال تقديم المشهورات القانونية والروحية في القضايا العائلية مش المرة الأولى أنا بشارك في هذا المؤتمر ولو اسمه المؤتمر القانوني ولكن هو من أجل خلق ثقافة قانونية وكنسية بالجانب الرعوي طرف الزواج سر من أسرار الكنيسة المقدسة في البعدين الديني الرعوي والبعد القانوني وقد بلغ عدد المحاضرات التي ألقيت في المؤتمر الكنسي العاشر بالبحر الميت سبع عشرة محاضرة موزعة على قسمين تناولت بموضوعاتها مجمل القضايا التي تعنى بالشأن العائل والقانوني وقد عبر المشاركون في المؤتمر عن إعجابهم بمستوى التنظيم وحسن اختيار العنوين لا سيما وأن المؤتمر ضم كوكبة متميزة من رجال الدين والأساتذة ممن عملوا بروح القانون طبعاً احنا خرجنا به ومن المحاضرات والمؤتمر بأنه يعني بنعمل بروح القانون وفي نفس الوقت يعني يعني بيبقى فيه توعية كمان لأعداد المخطوبين اللي هم المقبلين على الزواج علشان يفهموا يعني ايه معنى الزواج يفهموا مسؤوليته قدسيته وفي ختام القسم الأول من المؤتمر الخاص بالمحامين وبدء القسم الثاني المتعلق بالأساقفة والقضاة والكهنة أقيم حفل تكريمي للأب دكتور جهاد شويحات الرئيس السابق للمحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن وذلك تقديراً لجهوده المتميزة على مدى ثلاثة عقود وأكثر في الخدمة القضائية والكهنوتية في المحاكم الكنسية اللاتينية في كل من عمان والقدس والناصرة وفي نهاية التكريم تم توزيع الشهادات على المحامين المشاركين من قبل الأب جهاد شويحات والمطران حن علوان من لبنان ترجمة نانسي قنقر